أوعى تسلم عقلك أو أوعى تسلم عقلك وقلبك لإيه؟ لوحدة ستة ده العنوان قبل ما أكلمكم أنا عايز أجاوب على العنوان قبل ما أبتدي الحلقة صراعا وأنت ليه ما تسلمش قلبك وعقلك لوحدة ستة؟ ليه؟ أنت قاس منها؟ ولا تقليل منها؟ ولا هي غير قادرة على استعبع قلبك وعقلك؟ ولا أنت شايف نفسك أنت هي مش فاهمة حاجة تعال ما سمعكم الجمل اللي بتتقلل المرأة والزوجة أنت ما بتفهميش حاجة أو أنت أصلا ما بتعرفيش حاجة أنت بتعرف تعملي حاجة في حياتك أصلا أنت واحدة فشلة أنت أخرك المبخ روح يا بنت شوفي لك حل تبحشي عمليها ولا مش عارف إيه بس بس يا نقصات عقل ودين وبنسمع الكلام ده يقولك أسلم لمين؟ أسلم لإبليس ولا أسلم لها؟ دي شتانة دي مش عارفة ليه؟ ليه؟ ليه النظرة دي؟ تعالوا موضح الكلمة اللي أنت بتقولها نقصات عقل ودين دي ونبقى مع بعض فيها خطوة خطوة كده علشان ما حدش يزعل ده كانت جاية في منازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان في عيد فطرة أو عيد أطحى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال نقصان العقل والدين نقصان دين المرأة وعقلها زي الحديث اللي جاي عن أبي سعيد الخدرين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فأطحأ وفت كان عيد وراح المصلى فمر على النساء يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كنا أكتر أهل النهاب قامت واحدة كده قائلت له وبما يا رسول الله لازم حد يقوم حريم وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير الله لو أحسن يعني بما نكفر اللعنة ليه نكفر قال لا تكفرنا العشير مش بالله تكفرنا العشير إن أحسن زوجها الظهر كله وأساء يوم قلت له الله ما رأيت منك خيرا قط أنت طول عمرك أهيرني وطول عمرك عميني ونسة خير الزوجة وخلي بالك وإحنا قلنا قبل كده لكل زوجة من فضلك لو سمحتي ما تنكريش خير زوجك الله عز وجل لا ينظر لا ينظر إلى امرأة يعني هربيض ليه يبقى زوجها أحسن إليها وهي لا تستغنى عنه يعني هي كمان ما بتستغناش عنه وتقول له لا مش عارف وتنكر خير وفضل طيب يبقى تكفرنا عشير وما رأيت اسمعوا بقى من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكم ليه لأن بالله عليكم ده مدح واللزم قلنا وما نقصان دينا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل إلا أنت ضل إحدهم وتذكر إحدهم الأخرى ليه عشان بتنسى عشان عاطفية عشان ممكن كذا ويقبل في المحكمة القادي يعني أنهي اللي بتقول اللي هتشهد كذا وأنهي اللي تذكر فلانا لما تيجي دي تقول حاجة عكس دي إرقاد ياخد بديت وده اللي معمول به في المحاكم على فكرة يعني بياخد بوحدة آه لا أنا قلت لإما تصدق على كلامها وتذكرها فتتذكر أو تقول لا عكس كده فياخد بكلام الشاهد أو هو بما يرتقي أن يشوف الأدلة ما بين اللي تنهي ياخد ده ولا ده بس فقال وما نقصان سألوه طب وما نقصان عقلها يا رسول الله أليس إذا حاضط ده نقصان العقل نقصان الدين أليس إذا حاضط لم تصلي ولم تصن قلنا بلى قال فذلك من نقصان الدين بس والسبب زي ما قلنا من أجل الشهادة ليه بيجي معها واحدة المرأة ليه ضعف يعني يجي واحدة تانية معها من شهادة الرجل أنت ضل إحدى ونذكر إحدى ومرقل خلاص ونقصان الدين خلاص ما يفوتها من عبادة في الأيام صلى وصم وكلام ده في أيام الحد والنفاس قادي الأمر ده لكن هل نقصان الدين بقى نقصان الدين ده بينقص وده السؤال هل نقصان الدين ده بينقص من سوابها طبعا لا طبعا لا طبعا هي أمر هي مكلفة الله سبحانه وتعالى مكلفة بيه خلاص طب النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان بيمدح أو كان بيمدح واحد بيقولها وقادي نقصان عقل ودين ويذهب بلب الرجل الحازم منكم لما جاله سيدنا عمر بن الخطاب خلينا اشرح لكم الحتة دي لما جاله سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن النساء بترفع صوتها علينا فقالت له فبيقول لها حاجة فبتراجعوا زوجته فبتراجع للنبع صلاة ما بنتك بتعمل كده مع النبع صلاة راح لحفص قال لا أتراجعين يا رسول الله قالت نقل راح للنبع صلاة لا لا خديلي بقى منه أنا عايز أكلمه مالك والنساء يا عمر تتعامل قلق ليه قال له يا رسول الله كنا في مكة كنا في مكة كنا نحكم بيوتنا كل واحد كده راجل كده يشكم البيت وبعدين جينا على أهل المدينة بقى الطيبين اللي مش عارفة إيه النساء صوتها وبيراجعونها ويردوا عليه ايه الكلام ده فالأصل من نقصان أنه كان بيمدع أنت بتذهب يمين باللالة والمرأة حطتك في دمخها وحطت زوجها في دمخها بالطير البرجي اللي فاضل وده شيء احنا متفققين عليه ومعروف